يا رب باركها بوجه محمد ريخ الكرام ونخبة الأعيان نشهد أن محمدا هو عبد الله ورسوله جاءنا بالكتاب المبين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين بإحسان اللهم إننا نؤمن بك وبكتابك وبخاتمية كتابك وخاتمية نبيك وقد أرسلت فينا مسيحك الموعود الذي وعدنا به رسولك بفمه صلى الله عليه وسلم وجاء ذكره في القرآن الكريم ونؤمن بأنك أنت الإله الكامل الذي يفعل الأشياء الكاملة وفعل وبعث المسيح الموعود في الوقت المناسب ولما أرسله أرسله بالهداية الكاملة للكتاب الكامل والفهم الكامل للشريعة الكاملة لأنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ثم يقول ألم تر أن الله يسبح له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون يبقى كبشة الملحدين أو حفنة الملحدين يعرفوا أن الله غني عنهم ومن حقهم الإلحاد لكن عليهم العلم لأنهم سيسألون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير حتى تؤمن ألم تر أن الله يسجي سحابا لو الملحد قال لا ما شفتش يبقى أعمى لو قال شفت يفكر في الكلام ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يعني بيوريكم السحاب يوريكم حتى يكاد يعميكم هذا معنى البرق يعني فإذا برق البصر يعني إن نور قد برق ويكاد يعمي يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير تاريخ الحياة تاريخ وجود الكائنات الحية بالترتيب كده من الماء وبعدين المشي على البطن وبعدين المشي على الرجلين والمشي على الأربع في الآخر يخلق الله ما يشاء والخلق شغال إن الله على كل شيء قدير تاريخ بيولوجي فلازم نراجع نفسنا المؤمنون المؤمنون بقى المؤمنون لما أخذوا واستناروا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو أمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء عمل إيه صنع الله النور صاحب الآيات والمعجزات والكون الذي يسبح باسمه صنع ما عليه وأرسل المسيح الموعود ونصطدف اليوم الأخ الكريم أيمن المالكي لكي نسمع منه أبياتا من قصيدة كتبها مسيح الله الموعود وفيها يسبح الله عز وجل ويعظمه ويحمده ويشكره فلنستمع إليه وهو يغني لنا يا رب أيدني بفضلك وانتقم ممن يدس الدين تحت عفائي لا يعلمون نكات دين المصطفى وتهالكوا في بخلهم وريائي يؤذونني قوم أضاعوا دينهم نجيس المقاصد مظلم الآراء خشا ولا يخشى الرجال شجاعة في نائبات الدهر والهيجاء زمع الأناس يحملقون كثعلب يؤذونني بتحوب وموائي حسدوا فسبوا حاسدين ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو الأهواء صالوا بإبداء النواجذك العداء لمقالة ابن بطالة والشائي إن اللئام يكفرون وذمهم ما زادني إلا مقام سنائي نضو الثياب ثياب تقوى كلهم ما بقي إلا لبسة الإغواء ما إن أرى غير العمائم واللحاء أو آنفاً زاغت بفرط مرائي أو آنفاً زاغت بفرط مرائي شكراً لأخي الكريم أيمن المالكي على ما فاهد به شفتاه مسيح الله الموعود يقول موحداً لرب العرش ومعلماً التوحيد ومحمداً ربه ومزكياً جماعته آمنت بالكتب التي أنزلتها وبكل ما أخبرت من أنبائي يا ملجأي أدرك فإنك موئلي الراجل الذي يتمسك بهذا الكتاب والذي أرسله الله واستخلفه في الأرض وقبل أن يستخلفه حطم التواغيت الذين يكرهون في الدين وجاء بهم مؤدبين من أجله ولكي يدعو بدعوته وهو حر مرتاح لا يستطيعون أن يمدوا إليه أيديهم إلا بالقانون وهو ملتزم بالقانون مواطن محترم تاريخ كامل من تحطيم الطغاة الذين يكرهون في الدين من أنواع قساوسة محاكم التفتيش الذين كانوا يغزون العالم وينصرون بالقوة ويذبحون الناس ويستعبدونهم بالإكره في العام الذي ورد فيه المسيح الموعود صدر القرارات بتحرير العبيد وبعضها بسنوات ناس في أمريكا مرضيوش بتحرير العبيد حصل حرب أهلية عشان العبيد وقبل الاثنين بقى فيه قوانين حرية دينية في العالم إخاء وحرية ومسواه وفي عصر الملكة فيكتوريا ضمنت الحرية الدينية لمواطني الشعوب التي تحت حكمه يعني الموضوع مش لعبة مش لعبة ده جنود الكون اشتغلت في هذا الأمر قرونا طويلة تمهيدا لهذا المسيح الموعود إذن ليس مسيح لعبة ده مسيح بجد فميج هو يؤمن بالله ورسوله وخاتمية الرسول ويكون هم ومصداق هذه خاتمية يتهم بالكفر معنى اتهموا بالكفر إيه؟ سد الطريق على الشعوب طب لما الطريق ينسد عليها طريق الهداء إيه اللي يحصل لها؟ هتيمشي وراء المشايخ طب المشايخ سكتهم إيه؟ سكة المشايخ الكذب والنصب والاحتيال ويستحلون القتل والدم والكذب طب أخرة المشي وراء الكذب إيه؟ ووراء سفك الدم دمار الشعوب وهو ما يحدث اليوم إذن تكفيره مش لعبة تكفيره غالي الثمن تدفعه الآن شعوب من دم أبنائها ومن كرمتها فبيقول له يا ملجأي أدرك وهو يدرك الآن ويدمر أعداء يا ملجأي أدرك فإنك موئلي يا كهفي عصمني من الشغباء الشغباء جامع مشاغب جامع أشغب وبالتالي إعصمني من أهل المشغبة والمظاهرات وتهييج الناس وتهييج العامة وإنهم كفر اقتروهم بتبقى ثورة من الثيران وبعدين انتقم منهم يا كهفي عصمني من الشغباء يا رب أيدني بفضلك وانتقم ممن يدس الدين تحت عفائي الذي يريد أن يردم على الدين ويكفر الناس هو يدمر الناس لأن من غير الهداية ومن غير الدعاء ومن غير المعونة وإياك نستعين تصير الحياة جحيما تاما وانظروا إلى أوروبا أرجوكم أن تراجعوا صور وارسو 1945 أرجوكم راجعوا ما حدث لدريسدن من هجوم طائرات الحلفاء أرجوكم حاولوا أن تقرأوا تاريخ الحرب الأهلية الأمريكية 1860 أو من 30 لستين حاولوا أن تقرأوا تاريخ كيف حرث نابليون أوروبا ودمرها حاولوا أن تقرأ تاريخ حرب الثلاثين حرب الثلاثين عاما حاولوا أن تقرأوا تاريخ حرب المائة عام حاولوا أن تقرأوا تاريخ حرب السبع أعوام لكي تعلموا لكي تعلموا ولا يضحك أحد علينا ويظن أن الله سبحانه وتعالى هو خلال التاريخ هو الفاعل وهو الذي يحطم الطغاء كل هذا التاريخ هو تاريخ تحطيم الطغاء لكي يأتي بهم للمسيح الموعود مؤدبين يا رب أيدني بفضلك وانتقم ممن يدس الدين تحت عفائي فما يأتي بقى جماعة مشايخ وعاوزين يقتلوا المسيح الموعود ويقتلوا الأحمدية ويدبحوهم ويمنعوا نور الله الله يقول له من أنتم من أنتم أنا حطمت البابا وحصرته في داخل كيلو متر في كيلو متر حصرته ليس له أمر ولا سلطان على الأمور الدينية فمن أنتم يا أيها اللحة ما هي أطوار لحياتكم بجانب لحياته من أنتم بجانب محاكم التفتيش وما أدراك ما محاكم التفتيش إذا لم تكن تعلم فاقرأ واكتب على جوجل محاكم التفتيش وعيش حياتك عشرين ثلاثين سنقرأ يا رب أيدني بفضلك وانتقم ممن يدس الدين تحت عفائي لا يعلمون نكات دين المصطفى لا يعلمون أسرار الدين الإسلامي الجميل الرائعة لا يعلمون نكات دين المصطفى وَتَهَالَكُوا فِي بُخْلِهِمْ وَرِيَاءِي طبعاً فِي بُخْلِهِمْ مَعْرُوف وَالْرِيَاءِ مَعْرُوف عشتهم يؤذونني قوم أضاعوا دينهم نجس المقاصد مظلم الآراء في الفكر مظلم القلب ملوث بغير الله بقصد غير الله قصد الرياء وقصد الدنيا وقصد الرعب الآخرين خشوا خشوا ولا يخشى الرجال شجاعة هددوني عشان أخشاهم قالوني اخشى الناس اخشى المشايخ اخشى المشايخ خشوا ولكنني رجل صدقت الله ما وعدته وما عاهدته خشوا ولا يخشى الرجال شجاعة في نائبات الدهر والهيجاء نحن رجال الله بايعنا الله ونعتبر نفسنا أموات من يوم أن بايعنا فاقتلوا ولكن اعلموا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب فاقتلوا ولكن استعدوا بقى استعدوا للايه بقى للقذائف ماشي الطيرات الأرضية اللي بتغلط وبتصيب المدنيين وبترمي ساعات سندي قال إنها للاه يضربوا داعش يوم يخدها داعش لا انتظروا قذائف السماء التي هي منشنة زمعوا الأناس يحملقون كثعلب بيهيقوا الشعب عليه فالناس اللي بيهيقين عليه عدوا وهو ريح وجاي المسيح المعود يحملقوا فيه زمعوا الأناس يحملقون كثعلب يعني مكار بس ايه متراجع يؤذونني بتحوب وموائي أثناء مرور عليهم يؤذوه بايه يعين عليه ده ماله ده كفر ده ترك الإسلام مرتد يتحوبوا يعني يتوجعوا عليه في الكلام يعني هم اللي خايفين عليه يؤذونني بتحوب وموائي وبعدين حسدوا فسبوا حاسدين حسدوا فسبوا حاسدين ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو الأهوائي ما أمري إلا كأمري كل الرسل وأمري كل الصالحين ومن شر حاسد إذا حسد معروفة صالوا بإبداء النواجذ كالشر عن أنيابهم هنقتلك هنمزقك ولكن أين؟ أين؟ إنه في حصن الله الحصين صالوا بإبداء النواجذك العداء لما قالت ابن بطالة والشائي عشان الفتوى بتاع البطالوي ابن قرية بطالة الذي شغلته عمال يكتب عرائز للحكومة الإنجليزية أنتوا سيبين الراجل دا ليه؟ لماذا تتركون هذا الرجل؟ إنه خطر إنه يدع المهدوية سوف ترون سوف تندم الدولة على أنها تركته امسكوه اقتلوه اضربوه موتوه يا حلوة المشايخ لما يشتغلوا مخبرين كذبين ويكتبوا تقارير كذابة إن اللئام يكفرون وذمهم ما زادني إلا مقام سنائي نضوا الثياب ثياب تقوى كلهم تعروا وبانت حقائقهم بانوا على حقائقهم جميعا ما بقي إلا لبسة الإغواء ما إن أرى غير العمائم واللحاء ولكن العملية جوفاء المخ أجوف والصدر اللحية نزل على الصدر الصدر أجوف ما إن أرى غير العمائم واللحاء أو آنفا زاغت بفرط مرائي من الجدال والعند أنوفهم زاغت زاغت أنوفهم وليست أنوفا مستقيمة أنوف معوجة أو آنفا زاغت بفرط مرائي وأرى تغيظهم يفور كلجة موج كموج البحر في الغلواء إنني أتوقف عند هذا الحد وأستودعكم الله إلى الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته